السلام عليكم مرحبا بكم معي في القناة اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معي من بين الحلويات المغربية التقليدية اليوم ان شاء الله هنحضر الكعب الغزال اللي كيجي مدور بهذا الشكل هذا اللي كيجي اكثر من رائع بنسبة طريقة ديرو فهي الطريقة السهلة وبسيطة وكيجي معلك يعني كيجي لديد بزاف كنتمنى ان اتعجبكم الحلقات اليوم اوقف الممر وطريقة تحذير اللي بقى مشاركتي معي في القناة اضغط على زر اشتراك ثم اتفعل جرس بجتوصة ان شاء الله بكل ما هو جديد ودب اخليكم مع طريقة تحذير فبالنسبة طريقة والمقادر اول حاجة عندي هنا 500 جرام ديال اللوز هنا ينبعد مقى الشرط اللوز كنخلي حتى كي نشوف مزيان وهنايا عن طحنه في اللوز يعني طحنه بلا سكر حتى كي تطحن مزيان ودباك نضيف عليه 200 جرام ديال السكر ساني داو كان طحنه مزيان حتى كي يولي اللوز معلك هيدا باش كتجين الحلوة مزيانة يعني دار رغسكم طحنه مزيان وهنايا بعد مطحنت اللوز كان حصى على العقدة اللوز اللي كتجيبها تشكل هذا يعني مطحونة مزيان وهنايا باش نخلط العقدة اللوز فهنايا كنحتاجن شوية ديال الزبدة بعد مدوبته وكنخليها حتى كتبرد واحد شوية هنايا كنضيف واحد شوية ديال القرفة وعندي هنايا شوية ديال مسكة الحرة متقوقة وهنايا كنجمع الخالط ديالي بالمزهر اللي كي يكون دائما النوعية الجيدة وكم قا نخلط مزيان حتى كنحصها على العقدة ديال اللوز اللي كتكون رطبة وليها تجيني سهلة في تشكيل دياله ونهايا من بعد مجنط العقدة ديالي مزيان كتجيب هات شكل عضايا كتكون رطبة ومعلكة هنايا كم قا ناخد واحد شوية وكنحارب لها هيدا يا رقيقها كيف كتشوفوا معيه ومن بعد ما كنساليك أنا ميوم السيني يوم كم قام السمرة بهات شكلها دا حتى كنكمل العقدة ديالوزنية عندي كاملة يعني بالنفس الطريقة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 فكنت قطع عليه مزيان بهاتشكل هذا هي الطريقة السهلة يعني ليس شيء ماللي صعيب هنالك هنالك قطع عليه مزيان ودائما ذاك الشرقي يجي هو اللي كي يجي من الداخل بهاتشكل هذا اهنين اخد القياس دي الحلوة للي ايجيني ويدا جاءتني شيء زيادة دي العجين فحنا نحايد لليه زيادة ودروريك يبقعنا العجين لان العجين واللي كي لصق مع بعا ايجته مزيان بهاتشكل هذا هنا ايام بعد ما كان لستقها مزيان فكنحتاج للنقش اللي هنقش بها الحلوة وكم كان نقش الحلوة ديالي كاملة بهات الشكلاتة هنا ايام بعد ما سعليت فكنحص علي الحلوة بهات الشكل هدا وهنا مباشرة كان منهم السينية لاندخلهم الفران فكيف شو تبعي فهي الطريقة سهلة فانا عمقام السمراء يعني بالنفس طريقة تكنكمل العقدة ديالي عندي كاملة هنا ايام بعد ما كان سعلي كان اخد شي برا وكم كانت تقفل العاجين ديالي الحلوة بهات الشكل هدا من الداخل هيدا باش مني كان منهم الطيبو يعني ما كتنفخوشي هنا ايام بعد ما كان سعلي العملية دي كان خليهم تقريبا حتى كنشفهم زيان او لا كان خليهم الاحسن يباتوا ليلة كاملة عاد كان طيبوهم هنا ايام بعد ما خليتهم احتبتوا ليلة كاملة عاد كنشفهم زيان هنا يكون سخط فران عداجة الحرارة ميو سبعين درجة وكندخلهم يطيبوا واحد المدة تقريبا ليلة عشرة دقائق هنا ايام بعد ما طابت الحلوة كنخلي واحدة كتبرد وكنقدمها بهذه الشكل هدا فكيف شفتوا معيها فهي الطريقة يعني سهلة وبسيطة اللي كنحضر بها الحلوة هادي اللي كتجي اكتر من رائعة بالنسبة لمنظر ديالها وكيف شفتوا فهي الطريقة ايضا هي السهلة وبسيطة كنتمنى تكون عجبتكم الحلقة اليوم وإذا عجبتكم الحلقة ما تنسوشت من الايجاب وايضا شاركوا الفيديوهدينا مع الاصدقاء ديكم بس كتعمل فائدة ان شاء الله على الجميع وده بنخليكم على خير بسلام عليكم اشتركوا في القناة